اشتركوا في القناة خلال ساعات سواء الحد الأدنى أو الجدول الزمني لتسجيل الرغبات على موقع التنسيل الإلكتروني في الحقيقة احنا عايزين نشير إلى أن المركز الإعلامي فيه وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق أعدوا دليل استرشادي وإرشادي ليد طلاب السنوية العامة ليتمكنوا من الاستخدام السليم لموقع التنسيل الإلكتروني أثناء عمليات تسجيل الرغبات على موقع التنسيل الإلكتروني احنا نجيب على أبرز الأسئلة المتعلقة بقواعد التنسيق هنتكلم مع حضراتكم عن إزاي الطالب يسجل الرغبات إيه أماكن منحصول على خدمة التنسيل الإلكتروني وأيضا هنتكلم عن مصير طلاب السنوية العامة عام 2023 وهل بيحق لهم تسجيل الرغبات هذا العام أم لا بالإضافة إلى التطرك لقواعد التوزيع الجغرافي هنبدأ مع حضراتكم عن نظام التنسيل الإلكتروني كان أول سؤال في الدليل الاسترشادي هل هناك تغيير في قواعد التنسيل الإلكتروني هذا العام عن العام الماضي طبعا عايزين نأكد أن لا يوجد أي تغيير في قواعد التنسيق ولا يوجد أي تغيير في استخدام موقع التنسيل الإلكتروني السؤال الثاني وهو المهم إزاي الطالب هيحصل على خدمات التنسيل الإلكتروني طبعا المكتب التنسيق حدد مصارين اتنين للحصول على خدمات التنسيل المصار الأول هو معامل التنسيق الموجودة داخل الجماعات الحكومية وده الطالب بيقدر يروح للمعمل التنسيق يسجل رغباته وبيتميز هذا المصار بوجود طبعا فنيين مدربين على استخدام موقع التنسيل الإلكتروني ودول بيساعدوا الطلاب على عملية تسجيل الرغبات ولكن ليس لهم الحق في ترتيب الرغبات يعني الطالب بيروح مكتب التنسيق بيكون مرتب رغباته كاتبها في ورقته بيبدأ يتعامل مع جهاز الحاسب الآلي الموجود في محمل التنسيق ويقوم بإدخال رغباته وتسجيلها المسار التاني لتسجيل الرغبات بيتمثل فيه الحاسب الآلي الشخصي للطالب وهو ده بيمكن الطالب من الدخول على موقع التنسيق أيضا وتسجيل رغباته وده بيكون متاح على مدار 24 ساعة طب إيه المطلوب من الطالب علشان خاطر يقدر يتمكن من استخدام موقع التنسيق وتسجيل الرغبات هي حاجة مهمة جدا وهي شهادة الثانية العامة لأن الطالب يتمكن من الدخول على موقع التنسيق لتسجيل رغباته من خلال رقم الجلوس والرقم السرري المدون على شهادة الثانية العامة طبعا هنا حابين نشير إلى تحذير مهم جدا وهو أن الطالب يجب عدم إطلاع أي شخص على الرقم السرري حتى لا يستطيع الدخول على رغباته بموقع التنسيق والتلاعب بها أو أعاد الترتيبها بشكل يعني عكس بالسلب على الطالب عند الترشيح فكل طالب يحتفظ بالرقم السرري كل طالب هو الوحيد اللي من حقه يسجل رغباته ويلتبه ويفقى من الترتيب اللي هو شايفه يتماشى مع رغباته وعدم الإفساح عن الرقم السرري لأن ده يمكن أي حد من الدخول على موقع التنسيق بالرقم الجلوس والرقم السرري والتلاعب في رغبات الطالب طبعا كان فيه سؤال مهم لوارد فيه الدليل الاسترشادي لوزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق بيتناول عن مصير طلاب السنوية العامة 2023 فيه تساؤلات كتير واردت إلى مكتب التنسيق عن الطلاب اللي هم لم يسجلوا بتنسيق العام الماضي أو اللي سجلوا وتم ترشيحهم للكليات طبعا غير مسموح لهم وهذه المرحلة الأولى للتنسيق مقتصرة فقط على طلاب السنوية العامة 2024 يعني أي طالب ياخد السنوية العامة اللي عام الماضي لا يحق ولا يجوز له استخدام موقع التنسيق الإلكتروني هذا العام إضافة إلى ذلك عندنا سؤال وهو متعلق بقواعد التوزيع الجغرافي إيه هي قواعد التوزيع الجغرافي دي حاجة مهمة جداً بتساعد الطلاب على تسجيل رغباتهم وهي بتعتمد على الشهادة السنوية العامة وتعتمد على الإدارة التعليمية اللي الطالب حصل منها على شهادة السنوية العامة فيقدر الطالب يرتب رغباته وفقاً للنتاق الجغرافي ألف ونتاق الجغرافي بيه ونتاق الجغرافي جيد النتاق الجغرافي ألف وهو المقصود بيه الجامعات اللي تقع بالقرب من محل صدور شهادة السنوية العامة للطالب وممكن تكون أكتر من جامعة نظراً لتقارب المسافة ما بينهم بالنسبة ليه محل قامت ومحل الحصول على السنوية العامة النتاق الجغرافي بيه وهي الجامعات الأقرب للطالب بعد النتاق الجغرافي ألف ونتاق الجغرافي جيم وهو بيسجل الطالب فيه كل القليات اللي هي في القطاع اللي هو يرغب في اللي التحاق به على سبيل المثال طالب حاصل على مجموعة اللي التحاق بقلية الزكاة الإستماعية وهو من شكان محافظة الجيزة فبيكون النتاق الجغرافي ألف بالنسبة ليه هي طبعاً جامعة القاهرة النتاق الجغرافي بيه بيبدأ يسجل فيه جامعات عين شمس وجامعات حلوان النتاق الجغرافي جيم بيبدأ يسجل على قليات تقليل الحاسبات والزكاة الاصطناعية على مستوى الجامعات المصرية بشكل كالبي من ضمن الأسئلة أيضاً أن هل هناك مسار آخر لتقدم الطلاب على موقع التنسيل الإلكتروني هنا بيكتب التنسيب يقول ما فيه غير مسار واحد للتقدم للتحاق بالجامعات والمعادل الحكومية وهو موقع التنسيل الإلكتروني يعني بمعنى كده ما فيه تقديم ورائه ما فيه تقديم مباشر للجامعة ما ينفعش الطالب يروح يقدم بشكل مباشر في الجامعة هو موقع التنسيق إمتى الطالب بيعرف النتيجة أو بيعرف نتيجة التنسيق إزاي؟ الطالب بيعرف نتيجة التنسيق بمجرد الانتاء من أعمال المرحلة الأولى للتنسيق بيبدأ مكتب التنسيق يفرز الرغبات بعد كده بيبدأ يعلنها والطالب بيتمكم من معرفة النتيجة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أيضا يعني الطالب كل تعامله من هنا وخلال فترة جاء يكون موقع التنسيق سواء تسجيل الرغبات سواء التعرف على النتيجة سواء مرحلة تقليل الاخترابه ده السؤال اللي احنا هنجيله وسواء اتباعة بطاقة الترشيح النهائية من موقع التنسيق ودي اللي بيتوجه بيها لاحقا للجامعة بعد كده بنتكلم عن عدد الرغبات اللي الطالب مفترض ان هو يسجلها على موقع التنسيق الإلكتروني حدد مكتب التنسيق ان اجمال عدد الرغبات اللي الطالب بيسجلها هي 75 رغبة نظام الموقع التنسيق الإلكتروني مش هيقبل رغبات الطالب لو هو سجل أقل من هذا الرقم يعني أقل من 75 رغبة مش هيتم قبول رغبات الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني وبالتالي مهم جدا أن الطالب يرتب رغباته بشكل سليم يرتب 75 رغبة وفقا لرغباته اللي هو عايز أو الكليات اللي هو بيرغب في الليلة حق بها لأن الترشيح بيتم وفقا لهذه الرغبات فمهم جدا الطالب يرتب رغباته بشكل سليم حتى لا يجد نفسه بيتم ترشيح له الرغبة رقم 75 وهو كان كاتبها بشكل عشوائي وبشكل غير مرتب فمهم جدا النقطة دي نأكد عليها تسجيل الرغبات 75 رغبة ويجب أن نسجلهم بشكل منضبط وفقا لترتيب الرغبات للطالب وأولياء الأمور وليس بشكل عشوائي السؤال الثاني إزاي الطالب بيعرف نتيجته وزي ما ذكرنا الطالب بيعرف نتيجته من مكتب التنسيق إيه هي مرحلة تقليل الاختراب مرحلة تقليل الاختراب دي بتتم وفقا نقاط التنسيق في حدود نسبة 10% من عدد الطلاب وبتم بعد الانتهاء من إعلام نتيجة التنسيق المرحلة الثانية أيضا بيتم فتح مرحلة تقليل الاختراب للطلاب للاستفادة منها لهدفها طبعا اللي هي العودة وتقريب المسافات للطلاب وعودة الطالب للمتاق الجغرافي ألف وفقا لقاعد التنسيق عدد مراحل التنسيق طبعا بتتم على ثلاث مراحل ثلاث مراحل دي المرحلة الأولى للتنسيق المرحلة الثانية للتنسيق المرحلة الثالثة للتنسيق بيتم إعلان حدود الدنيا لها وموعيد تسجيل الرغبات على مراحل التنسيق الإلكتروني من خلال مكتب التنسيق بإعلانها في بيانات رسمية صادرة عن وزارة التعليم العالي ودي بتتم اتباعا يعني بمجرد انتهاء من إعلان حدود الدنيا للمرحلة الأولى للتنسيق ودي اللي هي متوقعة خلال ساعات يتم إعلانها من مكتب التنسيق والجدول الزمني لها بعد كده بيتاح تسجيل الرغبات بعد كده بيتم إعلان الغلق بياب التسجيل وإعلان نتائج المرحلة الأولى في مؤتمر صحفي بيحضره وزير التعليم العالي ومنسمى الانتهاء من المرحلة وإعلان الجدول الزمني للمرحلة التانية للتنسيق نحن نكملين مع حضراتكم على مدار اليوم في تغطيات مستمرة لتناول كل ما هو جديد بخصوص تنسيق الجامعات 2024 شكرا لحضر شكرا للمشاهدة